اشتركوا في القناة بما يخدم مصادحنا المشتركة والامن للصفار الاقليمي طلبت من السيد رئيس وزراء مصر الأستاذ مصطفى مدبولي بنقل تحياتي إلى رخامة الرئيس السيسي وإلى أثناء شعب مصر عزيز الشقيق الذي تربطنا بهم عوابط تاريخية ووجدانية عميقة لدينا رغبة صادقة ببناء أفضل علاقات والالتقاء بهذا التعاون بين بلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليس فقط لنا ذلك صفحي مصطفى البلدين بل أيضاً لأنه أمر أساسي لأمن واستقرار الاقليمي وعادة توازن للمنطقة طالما شكرة مصر العراق حجر الأساس في هذا التوازن نحن أيضاً نولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة التي عقدنا اجتماعاً مهماً لها في عمان في آب الماضي ونريد من هذا التعاون الثلاثي أن يطور إلى إطار مستدام للتكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي خصوصاً في هذه الظروف والتحديات الكبيرة التي نواجهها جميعاً بفعل جاه لها الكورونا وتراجع سعار النفط والإزمارات الاقتصادية والاجتماعي الناتجة عنها كذلك نطلع إلى زيادة التواصل والتنسيق بالمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية بين البلدين والعمل معاً خلال هذه المؤسسات من أجل تحقيق هدفنا المشترك بشاعة الوسطية والاعتدال بمكافحة التطرف والإرهاب مجدداً أنا سعيد بهذه الزيارة وأطلع العمل بشكل سريع مع جملة مصر العربية لتطوير التعاون بين بلدينا والاتقاء بها لما يستحق خدمة شعوبنا أجد الترحيب بالضيف الكريم وتمنياتي بزيارة مثمرة شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الكريم الأستاذ مستدهاد قزمي رئيس وزراء الجمهورية العراق الشقيق السيدات والسادة الوزراء الحضور من الجانبين بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي في البداية أن أوجه للشعب العراقي كل التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ودعوتنا جميعاً للعراق ومصر دائماً بالتقدم والرخاء في هذه المناسبات السعيدة اسمحولي في البداية طبعاً أن أنقل إلى دولتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بمهورية مصر العربية وتمنياته لسيادتكم بكل التوفيق والنجاح في إدارة دولة العراق الشقيقة في هذا المنعطف الهام من تاريخ هذا الشعب العريق والحقيقة أن شعبي العراق ومصر دائماً تربطهم علاقات وثيقة وتاريخية هناك تشابه كبير جداً في الثقافات والتاريخ وتشارك في العديد من المواقف والقطاعات المختلفة للتنوية كلتا الدولتين هما دولتين مصب لأنهار والحضارات العظيمة اللي قامت في الدولتين قامت على دفاف هذه الأنهار وبالتالي هناك تشارك كبير جداً في العديد من الصفات والشخصية سواء المصرية أو العراقية لديهم الكثير من التشابه الحقيقة النهاردة بنعتبره هو يوم تاريخي للعلاقات ما بين الدولتين وإن شاء الله بعد هذه الاجتماعات والفاعليات لللجنة العليا المشتركة ما بين الدولتين وتوقيع العديد من المذكرات التفاهم الحقيقة النهاردة أنا شرفت بحضوري أنا ودولة الرئيس مصطفى القزمي حضور هذه التوقعات إن شاء الله التوجيه للسادة الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لتفعيل وتنفيذ هذه البروتوكولات وتحولها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين بإذن الله والحقيقة يمكن في إطار هذا الموضوع إحنا طبعا تحدثنا وتشاركنا الحقيقة تفعيل القرارات قرارات اللي صدرت عن القدمة الثلاثية اللي كانت تمت في عمان بحضور جلالة الملك عبد الله ملك الأردن وفخامة الرئيس عبد الفتاح زيسي رئيس الجمهورية وطبعا دولة الرئيس مصطفى القزمي رئيس وزراء العراق وتم التوافق على إن الخروج بعدد من المشروعات المشتركة للثلاث دول والنهاردة يمكن تناقشنا في التوافق على عدد محدد من المشروعات اللي إن شاء الله ستعرض في أقرب فرصة على القيادات في الثلاث دول لتفعيل هذه الشراكة والتعاون إن شاء الله ما بين الدول الثلاثة بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة في هذه الدول وأيضا دي صالح المنطقة وعلى المستوى الحقيقة السنائي تناقشنا في استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة اللي الحمد لله نجحنا خلال الخمس أو ست سنوات الماضية في تنفيذها في قطاعات البنية الأساسية الطاقة، الكهرباء، البترول، الغاز، الإسكان، النقل فالحقيقة يعني توفقنا على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات اللي ممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية والاستفادة من الخبرة المصرية في تحت إطار مفهوم برنامج للنفط مقابل إعادة الإعمار اللي من خلاله ممكن أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات التي تحددها الحكومة العراقية تبقى لأولويات التنمية لديها وإن شاء الله يمكن توجهات دولة الرئيس ومع السادة الوزراء جميعا أن يتم وضع شكل لهذه الآلية وكيفية تفعيلها إن شاء الله في أقرب فرصة بحيث نبدأ من خلالها شراكة ما بين الشركات في الدولتين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء مشروعات التنموية أو حتى مشروعات الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين بإذن الله الحقيقة سعداء جداً جداً بهذه الزيارة ومرة أخرى أنا بوجه كل الشكر والتقدير لدولة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحقيقة أنا حابب أن أنا أنقل لشقائنا في العراق نبض الشارع المصري الشارع المصري يعني سعيد جداً بهذه الزيارة وبيتمنى إن شاء الله إن إحنا نرى في الفترة القادمة مرة أخرى عودة قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية طبعاً هذه العلاقات موجودة وتاريخية ولكن التعاون الاقتصادي ما بين البلدين إن شاء الله يشهد دفع كبيرة في خلال المرحلة القادمة يمكن أنا بأكد في النهاية مرة أخرى على إن إحنا توفقنا على أن قضية الأمن المائي للدولتين باعتبرهم دولتين مصد هي قضايا أمن قومي مشتركة وبنؤكد تماماً على إن مصالح الدولتين في الحفاظ على مواردهم المائية ده شيء يعني يمس الأمن القومي العربي وبالتالي ضرورة أن يتموا مراعاة دائماً مصالح الدولتين فيما يخص من مواردهم المائية إن شاء الله مرة أخرى دولة رئيس كل الشكر والتقدير لدولتكم وكل تمنيات الحكومة المصرية والشعب المصري كله باستقرار وسلامة دولتنا وأشقائنا في العراق وإن شاء الله الفترة القادمة مزيد من النجاح والرخاء والتقدم دولة رئيس شكراً يفعل شكراً جزيلاً شكراً 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 شكراً